بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية لكل متابعين شرح ما في جريد 5 ان شاء الله بنلتقي مع تكملة موضوع الراوندينج ديسمالز واخر حلقة من حلقات الحل والشرح القصبي الراوندينج ديسمالز بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مرة تانية لكل متابعين شرح ما في جريد 5 ان شاء الله بنلتقي مع اخر حلقة من حلقات الراوندينج وحل الاسئلة على الراوندينج الخاصة بما في جريد 5 ان شاء الله بنلتقي او بنراجع ونكمل الاسئلة الخاصة بالراوندينج درسنا الراوند تو ذا نيرست تانث راوند تو ذا نيرست هندرث راوند تو ذا نيرست ثاوذنث وبنضف لهم الراوندينج تو ذا نيرست هول نمبر اللي هو تو ذا نيرست وانس اللي احنا درسناه السنة اللي فاتت ممكن نتسأل فيه بس نوعية الاسئلة اللي احنا ناخدها النهاردة هتلاقيها problem solving او ميالة انها تكون فيها تيكست بتقرد تيكست وتفهمه كويس جدا وبعدين بتقدر تحل طبعا ممكن السؤال يبقى فيه تيكست عالفاضي يعني تقرد تيكست والاخر يقولك ايه تبراوند مش عارف ايه تو ذا نيرست ايه وبالتالي هنا ما تلافش دايما من النسائل اللي فيها تيكست بيتبقى مسائل عادية وبسيطة وهتلاقي اغلب المسائل اللي هناخده النهاردة من داخل كتاب الوزارة اول سؤال معانا بيقول مازي is planning a trip from cairo to the waterfall region in waadi الريان يعني هو بيخطط ان هو يعمل رحلة من القاهرة الى وادي الريان he will travel 147.72 كيلومترس يعني هيسافر المسافة دي بيقولي round the distance هتعمل rounding دا المطلوب في السؤال to the nearest 10th تاب المسافة ادي ايه المسافة عندي 147.72 هنعمل لها rounding mr to the nearest 10th يبقى زي ما احنا فاكرين القطوات الابل كده underline mr the rounding place اللي هي 10th place اللي هي 7 and circle the right digit هتلاحز ان the right digit الموجود عندي less than 5 so you have to keep 10th place as it is it doesn't mr change so we get 147.7 كيلومترس يعني النمبر دا بعد ما تعمل له rounding to the nearest 10th هيبقى 147.7 كيلومترس نمبر 9 مازن برضو مازلنا مع مازن مازن stops to have a snack خد بالك ان المسألة دي مرتبط المسألة اللي فاتت تاني بيكملها وهو مسافر stops to have a snack هياكل واقبة خفيفة and stretch after driving 73.25 كيلومترس يعني هيبدأ يريح بعد ما تعمل المسافة دي بيقولي round the distance to the nearest hundredth يعني احنا عايزين نعمل لها rounding to the nearest hundredth so the rounding place is 5 and circle the right digit the right digit is 5 قلنا 5 or more you have to change the underlined digit to be the next digit يبقى 5 دي هتتغير عالطول وهتبقى عندي 6 يبقى هكتب كده 73.26 السؤال اللي بعده او الشكل اللي قدامي ده direct angle بيقولي a farmer is building a new fence يعني هو هيحاول يعمل صور على حيثة أرض خاصة بي for her sheep field she wants يعني هي عايزة تعمل ليه to build a fence around the whole field يعني حوالين الفيلد بحلوة او المنطقة اللي هي سكنة فيها عايزة تعمل fence حوالينها round each dimension to the nearest length يعني هندك هنا length and width length الموجود عنده اسمه length بالمناسبة يبقى large dimension اسمه length و diameter اسمه width هتاخد length والwidth الموجودين عندك وتعملهم rounding to the nearest tenth طيب النمبر الاولاني كان one hundred twenty five point four five طيب to the nearest tenth يبقى اخد بالك انك 10th place is four يبقى على طول هتعمل circle the right digit the right digit is five so you have to change the underlined digit to be the next digit so we get mister one hundred twenty five point five is rounded to be طيب هتروح لديميشن التاني 89.52 هكتب 89.52 وهتبقى عمل لها rounding برضو the same to the nearest tenth خد بالك so the tenth place is five and circle the right digit the right digit is two هتلاحظ انه right digit الموجود عندي ليس than five so keep five as it is يعني 5 دي مش تتغير يبقى اسمه عندنا 89.5 يبقى is rounded to be 89.5 next exercise number 11 write the greatest decimal less than one which consists of six four three five then round it to the nearest tenth and the hundredth كان فيه سؤال اخدناه في الحلقات الاولى كان بتكلم ان احنا محتاجين نكتب يا مستر the greatest decimal والlargest decimal وبعدين كان فيه اختلاف شوية ما بيننا وهو السؤال صراحة لا يناسب the right five من وجهة نظري الشخصية طيب هو هنا بيقول لي write the greatest decimal less than يعني the greatest decimal اللي هو يا مستر less than one اللي اقلم الone اقلم الone يبقى معناها انه هو fraction يا مستر اقلم الone يبقى fraction يبقى هتحاول تكتب ال greatest اللي متكون او ال greatest fraction decimal اللي متكون من six four three five وبالتالي هكتب zero point اخد بالك ال highest place 10th هاخد ال largest digit هتعي 6 واكتبها في 10th place followed by mr.5 followed by four followed by three يبقى انا كده كتبت النبر تعال بقى نعمله rounding to the nearest a to the nearest في الاول 10th وبعدين to the nearest hundredth بالنسبة لل 10th place طيب هنا انا مش احدد عشان ما تطلق بطش عشان احنا نكتبه مرة واحدة بس دي شبه اسئلة الجداول يا ولاد عايزين تكتبوه مردين ما فيش مشكلة هتلاقي 10th place هتلاع عندك six ال right digit is five yeah mister so five or more so you have to change the underlined digit to be the next digit so we get zero point seven طيب بالنسبة لل hundredth place ال hundredth place او to the nearest hundredth هتلاقيها rounding place هتلاعها five فالright digit في الحالة دي mister هتبقى four four is less than mister five so keep five as it is so we get zero point six five يبقى مننساش ان دي mister to the nearest thans هكتبها كده to the nearest thans بعض الناس تكتبها to the nearest one decimal place يكتبها كده طيب هنا to the nearest mister two decimal places to the nearest mister the two decimal places يبقى انت كده حليت السؤال الخاص بي number twelve write the smallest decimal less than one طبعا هنا اول ما يقولك less than one يبقى هو ده السؤال كده مظبوط وتمام التمام فول لي يعني لكن في الصراحة السؤال اللي احنا كنا اتعرضنا بك كان غير واضح الصراحة وعمل بلبلة جديدة بالنسبة للناس طيب consist of two five zero seven then round it طب تعالى هكتب النمبر الاول احنا عايزين the smallest يبقى هكتب zero point خد بالك بقى ال highest place عنده هيبقى التنث هكتب فيها the smallest digit which is zero يبقى هكتب zero واشتبع عليه بعد كده mister followed by two followed by two five followed by seven انا كده كتبت the smallest decimal mister fraction طيب احنا محتاجين to the nearest الاول hundredth to the nearest hundredth يبقى انا هركز على ال hundredth place هتلاقيها two وبالتالي عندي هيكون right digit five فال two هتتغير هتبقى three so we get zero point zero three هتفتقى ريقى دي ازاي three hundredth three hundredth with the THS هتاخد نفس النمبر 0.0257 وتعمل له rounding to the nearest thousandth thousandth عندي هتلاقيها five والright digit هتلاقيه seven انا اعمل ساكل مرات ان فيش مشكلة so you have to change the underlying the digit to be the next digit so five it will be six so we get zero point zero two six to the nearest what to the nearest three decimal places number thirteen name two decimals with digits in the thousandth place يعني خد بالك بقى هنا احنا عندنا هنا تقريبا many answers عايزين يسمي two decimals بس with digits in the thousandth place that should be rounded two tenth place as zero point three طيب انا محتاج ان احنا نكتب two decimals with digits in the thousandth place يعني المفترض يكون عندك يا مستر three decimal places ولما تيجي تعمل لها rounding to the nearest tenth تطلع لك zero point three انا قدامي حالتين الحالة الاولى ان rounding place بتتغير والقالة التانية ان rounding place يا مستر بتفضل زي ما هي انا هكتب اللي زي ما هي الاول يبقى zero point المفروض ان هي after rounding هتبقى zero point three في التالي هتكتب zero point three يبقى المفترض ان ال hundredth place تقدر تكتب فيها مستر from zero to four يعني انا اكتب هاسها من zero to four اللي رايحك يعني we have here many answers يبقى اكتب two three لو انت عملت rounding الدا اللي هي zero point three two three هتلاقيها مستر two the nearest tenth is equal to zero point three اللي هي three tenth مهمة جدا لما هتعمله rounding يا مستر two the nearest mister tenth برضو في حالة انه هيتغير فهيبقى zero point two في الحالة دي لازم الموجود يبقى في ال hundredth place اللي هو هيبقى right digit five or more ممكن تكتب five six seven eight nine برحتك خالص يبقى انا هكتب هنا five واكتب بقى املى thousandth place باي digit مثلا وليكن seven فاصبح عندي هنا zero point two five seven so we have many answers يعني ممكن هنا الانسر دي تكون مختلفة عن وجهة نظر حد دائم next exercise write three decimals يعني احنا مكتب هنا three decimals يعني three numbers بيكون check the decimals if we round each of them to the nearest hundredth لو انت عملت لهم rounding to the nearest hundredth هتحصل على النمبر ده طيب اخد بالك برضو نفس الستراتيجي هنتبعه twelve point two mister five اللي هيتغير عندي هي five يبقى انا هكتب twelve point two twelve point two twelve point two برحتك خالص هنا five يا مستر انا هكتب هنا five طيب هتحتفز بال five يبقى المفروض the thousandth place mister is from zero to four يعني less than five وبالتالي انا هكتب هنا mister three مثلا طيب ممكن حد يكتب ثاني twelve point two five يا مستر هيكتب انت هتحتفزت بال five هنا وممكن حد يكتب هنا one مفيش مشكلة يعني دول حالتين تعال يا سيدي هنا two يا مستر five two five sorry يعني خلي يدي four معنش الستراتيجي التانية four يبقى هنا في thousandth place هتكتب يا مستر number from five or more يعني ممكن اكتب هنا five ممكن اكتب six seven ليه في الحالتين هتلاقي four بتتغير معك يعني مثلا ممكن اكتب هنا ايه twelve point two mister four وتكتب هنا six فالfour دي هتبقى mister five هتديك النمبر ده to the nearest hundredth مهمة جدا اخر واحد المفروض هنا هيكون عندي mister five انا هعمل حركة ضيفة جدا هكتب هنا mister four وهكتب هنا nine فبالتالي يا مستر ان الفور دي هتبقى عندي five وهتحسف ال nine دي مفيش مشكلة هي نفس الاستراتيجي اللي فاتت فبالتالي انت ممكن هنا وهيها يعني هو بيركز على ان هنا ممكن تحل سؤال بكذا طريقة طبعا ممكن تستخدم عشان توضح اكتر ممكن تستخدم المربعات الفارغة يعني ترسم مربعات الفارغة وتحاول انك تجرب بيسموها try and error method طريقة المحاولة والخطأ في حل السؤال number 15 write three decimals برضو ممكد على الحكاية ديت if we round each of them كل واحد فيهم خد بالك becomes 86.398 خد بالك بقى انه عايز يعمل rounding to the nearest thousand after rounding we have three decimal places اللي هو 86.398 يبقى المفترض انه انت هتكتب four decimal places يعني ال numbers اللي انت هتكتبها three numbers وهتلاقي three numbers الموجودين عندك four decimal places منين اللي بيتغير اللي بيتغير الثالث فانا هكتب هنا 86 هتحتفظ بكل three digits three nine المفروض يا مستر لو احنا هنا حطينا مثلا seven واحنا محتاجين انها تتغير تبقى eight يبقى انا هتحط هنا five six وهكاز ان سؤال اتبع نفس الاسلوب 86.39 يا مستر ممكن اكتب seven ممكن هنا six وهنا 86.39 هخلي هنا eight و هخلي هنا three number 16 بيقول لي discover directly the error in each rounded result to the nearest hundredth يعني ايه يعني السؤال اللي قدامي ده محلول خطأ المفروض احنا هنصحح الخطأ ده طبعا بيقول لي give reason يعني اشرح الكلام ده مش شرط انك تشرح بس المهم انك لو صححت الخطأ يبقى خلاص مفيش مشكلة طيب اول number عندي 73.625 المفروض انت انسى اللي هو مكتوب ده يعني كلنا ننسى المكتوب ده و نحاول نعمل rounding ده two is the nearest hundredth زي ما هو بقول يبقى the hundredth place is the rounding place اللي هي two the right digit عندي is five طيب five or more المفروض change the next digit to be mister increase by one أو to be the next digit اللي هو two هيبقى three يبقى المفروض انها هكتب هنا 73.63 طبعا هنا مكتوب two طب لي يا mister هتقول له مثلا because the thousandth place is five so you have to change the rounding place to be the next digit اللي بعدها نفس الواضع نفس الواضع rounding place هيبقى عندي eight وهنا one يعني المفروض ان ال eight يا mister it doesn't change استنى زي ما هي ال one right digit اللي هنمقون عليها يبقى المفروض هيبقى two hundred point zero eight يعني ال eight دي يا mister ما مش هتتغير طبعا هو عملها seven يعني عامل حاجة ما حصلتش بعد كده قبل كده يعني وبالتالي هنا لازم نركز نشوف ايه حسب الرولي اللي موجود عندي او حسب الجيفن نومبر الموجود عندي بنقرر في حكاية rounding اخر example معانا بيقول لي read the passage يعني هتقرى الباسج المكتوبة دي طبعا شكل سؤال يخوف and then mister answer the questions طيب بيقول لي there are several cascades along the stream between the two lakes in وادي الريان يعني الحكاية على وادي الريان the distance between the falls is approximately 30 to 35 meters يعني من 30 to 35 meters متروحة ما بين المسافتين دول and the width of the island dividing the cascades is between 20 and 20 meters يعني المسافة التانية اللي هو and the width العرضي يعني هو بيكلم على ال two dimensions تقريبا there are between the two العرض تقريبا من 20 to 50 meters a geologist geologist اللي هو عالم الارض يعني اني بدرسوا المنطقة المنطقة measured the exact distance between two of the falls at 31.45 meters and between two others at 36.9 to 1 meters if both distance were rounded to the nearest whole number would they fall into the range يعني هتبقى موجودة بين الرينج الموجود اللي هو ذكره قبل كده بين كذا وكذا in the passage explain your thinking طيب هنأخد النمبر الاولاني اللي هو 31.45 ونعمله rounding to the nearest semester whole number the whole number عندي هيبقى 1 the circle the digit هيبقى 4 هيبقى 4 هيبقى 4 is less than 5 هيبقى 31 هستنى زميحية طيب هل 31 موجودة في الرينج أي يا مستر ياس موجودة في الرينج طب لي لأن الرينج عندنا من 30 إلى 35 يبقى هذا الاولاني موجودة في رينج طب تعال نشوف الثاني هنا الثاني بيقول لي 36.9 to 1 هنعمل لها rounding to the next whole number هيبقى هنا 6 وهنا 9 يا مستر يبقى 6 37 37 متر طب 37 يا مستر هل موجود ما بين 20 وال50 هتقول له مستر موجود ما بين الجنين ده سؤال يعتبر سؤال critical thinking طبعا ومش يعني for fun يعني عايز تحلو حلو مش عايز تحلو مش مشكلة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو سبسكرايب في القناة وتقلع لك إن شاء الله في حلقات ثانية من باث جريد 5